وفي أخبارنا الاقتصادية لهذه النشرة قال معالي إسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية إن انتاج دولة الإمارات الحالي قريب من سقف الانتاج المرجعي للدولة في اتفاقية أوبيك بلس وهو ثلاثة ملايين ومائة وثمانية وستون ألف برميل يوميا وضف معالي في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية وام إن التزام الدولة قائم بهذا السقف لا نهاية الاتفاقية موسيقى